أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنيتكم من شيء فأنا لله خرصه للرسول ولذي القلب واليتام والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم التقل جمعا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعلوة الدنيا وهم بالعلوة القصوى والرق أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى منعي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكه الله بمنامك قليلا ولو أراكه كثيرا لمشلتم ولتناساهم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذلك الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأقعوا الله ورسوله ولا تناسعوا فتفشلوا وتذهب ريك المصبر إن الله مع الصبر ولتكونوا كالذين خرجوا من ديانهم بطرا ورئاء الناس ويصفون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غرب لكم اليوم من الناس وإني جر لكم فلما تراءت الفئة لنكص على عقبيب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لترون إني أخفل والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوقف الذين كفروا الملائكة يطلبون وجوههم وأدبرهم وكوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت عيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذه الله بذنوبهم إن الله قبيل شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكنهم بذنوبهم أغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظلمين إن شروا الزواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين أهد منهم صصم يوقضون عدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد به من قلقهم لعلهم يذكرون وإما تخفن من قبل خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطاطوا من قوة ومن رباط خير تنهدون به عدو الله وعدوكم وآخرين من بدونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخلعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألبت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي وحفظ المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابرون يضربوا مئتين وإن يكون منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنه نقاط لا يفقه الآن خف فالرغ عنهم معلم أن فيكم ضعف فإن يكون منكم مئة صابر يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أيها يكون لهم أسراحا حتى يصنف الأرض تريدون أعرض الدنيا والله يؤيد الآخرة الله عزيز الحكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا من مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل بأم في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خير مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عزيز حكيم إن الذين آمنوا وهاجوا وتهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا بالدين فعليكم النصر إلا على قومهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحم بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءكم من الله ورسوله إلى الذين آهدكم من المشركين فاسيحوا في الأرض أربعة شهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخص الكافرين وأبادوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أولئك من الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبط فهو غير لكم وإن توليت تعلم أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدكم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم محدا فاتموا إليهم بعدهم إلى متقين إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر فقطوا المشركين حيثوا ونتموهم وخذوا محصرهم وقعدوا له لكل مرصد فإن تابوا وعقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجده وحتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمن ذلك لأنه قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتهم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحيط المتقين كيف وإن يذهب عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنب يردونكم بأفواههم وتأبا قلوبهم وأكثرهم فاسق اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنه ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب وأولئك في المعتد فإن تابوا وعقوا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانوا في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمهم وإن نكسفوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قاما نكسفوا أيمانهم وعموا بإخراج الرسول وهم بدأوا أولم الله أتخشوا لهم فالله أحب أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم ويغذيهم ويوصركم عليهم ويشفصوا من مؤمن ويؤمن بغيظهم ويتضلغ على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تترقوا ولا مما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين والجا والله خبي بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حيط أعمالهم وفي النار خالد إن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآذى الزكاة ولو يخش إلا الله فأسى أولئك أن يقولوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسط الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد من سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهد القام الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمولهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائز يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مطم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحفوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزوجكم وعشرتكم وأموال ونقتربتمها وتجارة وتجارة تخشون كساتها ومساكن ترضى لها أحب إليكم من الله ورسوله وتعادل في سبيله فتربسوا فتربسوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يأذي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويا رحنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم والليت مدبرين ثم أنزل الله سكينة وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تراها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد علهم هذا وإن خبتم علة فستوى بيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلمون ما حكم الله هو رسوله ولا ولا يدينون دين الحق من الذين أوطوا الكتاب حتى يطروا جزيتا يدينه صغر وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصار المسيح بن الله وقالت ذلك قولهم بأفواههم يضاهيون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله وقالت 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 نصار وقالت وقالت أفواههم ويأفضه إلا أن يتم من وهو ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أمولا والناس بالباطن ويسردون عن سبيل الله والذين ينكمدون الذهب والغطة ولا ينفقونها في سبيل الله فمشرهم بعذاب الأليم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بهجبهم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله ونعشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكبر يطلبه الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين له سوء أعماله والقدار لا يهد القوم الكافرين يا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ننفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة من الأخرى فما متاع الحياة من الأخرى إلا قليل إلا تنفروا ويعذبكم عذابا أليما ويستبذل قوم غيرهم ولا تضوه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بدنود لم تراها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وفقلا وجاجوا بأموالكم وأنفسكم في السبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليه الشق وسيحيكون بالله لو استطانا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم نكاذب عفو الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاتبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي جاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالملتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخرود لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبقهم طيل قعد مع القاعد لأخرجوا فيكم ما زازه إلا خبالا ولأوضعوا خلال يبغون كنبتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغضوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كرهم ومنهم من يقول اذل ولا تبتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسقو وإن تصبك مصيبة يقول يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وفنح قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربسون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربس بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربسوا إن معكم متربسين متربسون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إن نكن مقاما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أن لهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم أسنى ولا ينفقون إلا وهم كره فلا تعدبك أموالهم أولادهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر ويحففون بالله إن ألميكم وما من منكم ولكنهم قضي يفرق لو يجدون ملجأ أو مغارات أو دخل لولو إليهم يجمح ومنهم ميم الملج بالصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آته الله ورسله وقالوا حسن الله سيقن الله من فضله ورسله إن إلى الله رضب إنما الصدقة المقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يدون النبي ويقولون هم أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحب للذين آمنوا منكم والذين يدون رسول الله لهم عذاب أليم يحنفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسله أحر أي أحر إن كان أؤمن ألم يعلموا أنه من يحدد الله ورسوله فأن له نرى جهنم قالدان فيها ذلك الخذر العظيم يحذر المنافقون أن تنزل أن تنزل عليه سرط تنبئهم بما في قلوبهم قل استعزئوا إن الله مخرج ما تحذر ولئ سأل لهم ليقولون إنما ننخض ونلعب قل أب الله آياته ورسوله كنتم تستاذقون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأخرون بالمكر وينحون عن المعرف ويطبطون أيهم صلى الله فنسيه إن المنافقين هم الفاسق وعد الله المنافقين والمنافقات والكشفار لا رجه إن مصاددين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلك كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطهم كالذي خضوا أولئك حيطت أعمالهم بالبنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلكم قبلوا وعاد وثمد وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والملتبكات أتتهم مرسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويخطون الزكاة ويطيعون الله ورسول أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة ورقوال من الله أكبر ذلك هو الفور العظيم يا أيها النبي يجاجد الكفر والمنافقين وغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبكس المصير يحلفون بالله ما قادوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامي وعنهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أعنى الله ورسوله من فضله فإن يقنوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتنا من فضله لنص السقن ولنكولن من الصالحين فلما آتهم من فضله بطلوا به وتولوا وهم عرضا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعده وبما وما كانوا يكذبون ألن يعلموا أن الله يعلم سره من جوه أن الله علم غيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين ليجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سر الله منهم ولهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سابعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يدلقوا بالبسقين فرحا يخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في السبيل الله وقالوا لا تتفروا في الحر قل لا رجهنم شرح لو كانوا يفقظون قل لا رجهنم شرح لو كانوا يفقظون فليضحكوا قد لهم وليبثوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فستأذنونك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا نقاتل معي عدو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخادفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقمع على قبره إنهم كفروا بالله ورسله وماتهم فاسق ولا ترجبك أموالهم وأعلادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر وإذا أنزل السورة أن أمنوا بالله وجاهدوا مع رسولهم استأذن كون الطول منهم وقالوا وقالوا نذرنا لأم مع القاعدين رضوا بأن يقنوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يقضون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأهدو سهل في سبيل الله وأولئك لهم خيرا وأولئك هو المفلحون أعد الله له جنة تجري تحتها الأهر خالدين فيها ذلك الحظ عظيم وجاء المعذرون من الأعرب ليؤذن لهم قعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يؤيفقون حرج إذا نصفوا لله ورسوله ما على المرسلين من السبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتو لتحق لهم تلا أجد ما أحمل عليك تول وأعينهم تفيد من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفق إنما السبيل على الذين يستسلنون كوهم أغنيا رضو بأن يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم بهم لا يعلمون صدق الله العظيم